بسم الله الرحمن الرحيم الطالبات الفضليات السلام عليكم ورحمة الله نستكمل في الفصل الثالث من مساق إدارة الجودة في الرعاية الصحية سنتحدث فيه عن القياس في الجودة أو في هذا الفصل سنتحدث عن المفهوم العام المتعلق في القياس وتجربتين لرواد الجودة جوران ودونبيديان في الرعاية الصحية بشكل عام ثم نتحدث عن أدوات القياس المستخدمة ووسائلها وسنتحدث عن طرق القياس كما سنتحدث عن المعايير والمقصود بالمعايير وأنواعها في ما يتعلق بالقطاع الصحي ونتحدث عن الانديكيترز أو ما يسمى بالمؤشرات ونختم بالثريتشولز أو العتبات بداية أي عمل يعتمد على من التحديد مدى جودته أو مدى رداءة هذا العمل من خلال استخدام أدوات القياس ولكن النتيجة من بعد القياس من إجراءات تسمى تطبيقات مثلاً أنه إحنا وجدنا هناك خلل أو مشكلة أو إخفاق معين التوجه نحو معالجة هذا الخلل وحل المشكلات والمضي في إجراءات تحسين الأداء هذه تسمى كلها إجراءات تطبيقية ماذا نقيص في الجودة؟ نقول أنه بشكل عام مفيش حاجة محددة أنت ممكن نستخدمها في أدوات القياس لكن يعتمد على طبيعة الحالة أو الإجراء أو النشاط اللي بتقوم فيه مثلاً لو إحنا بدنا نقوم بتقييم مدى رضاء الزبون عن خدمة معينة ممكن يتم تطوير استبيان على سبيل المثال استبيان تلفونياً أو ممكن يكون ورقياً أو ممكن يكون من خلال مقابلة مباشرة مع الزبون ونأخذ منه فيدباك أو نأخذ منه تغذية راجعة هذا أداء من أدوات القياس والله لقينا أنه في عندي 10% من هالعينة اللي إحنا قمنا بأخذ آراءهم غير راضية عن الخدمة ابتبعتنا أو عن السلعة والمنتج اللي موجود بالسوق هاي نتيجة من النتائج وهذا كان أسلوب من الأساليب أو أدوات القياس إنه إحنا استخدمنا استبيان قد لا يجد نكون نافع هذا الاستبيان في مجال ثاني على سبيل المثال والله إحنا بدنا نقيس مدى جودة وكفاءة جهاز تحليل فحص الدم مثلاً الهرومونات أو مثلاً فيروس كوفيد 19 عشان يتأكد أنه هاي النتيجة اللي بيعطيني إياها الجهاز هل هي إلها علاقة بالدقة والسلامة والصحة بالضبط يعني يستطيع أن يكتشف إلى الحالات الإيجابية ويستطيع أن ينفي وجود حالة إصابة من خلال برضو الفحص يعني يعطيني الترو بوزيتف ويعطيني الترو نيجاتيف والفولس بوزيتف والفولس نيجاتيف ضمن ما يسمى بالسنستيفيتي والسبسيفيسيتي أو ما يسمى بالحساسية مقدرة الفحص أو الجهاز على اعطاء النتيجة اكتشاف الحالات الإيجابية والسبسيفيسيتي مقدرة أيضاً على معرفة الحالات السلبية التي لم يسجل لديها المرض فعلية فهذه ممكن تكون ما يصبط معها الأداء أو اللي استخدمناها سابقاً زي الاستبيان أو إجراء المقابلة ولكن ممكن يكون فيها أدوات كتات معينة بتقوم بعملية التأكد من جودة الفحص كذلك من خلال قياس أو فحص العينة في هذا الجهاز مع مقارنة بجهاز تاني على سبيل المثال زي نظام كنترول سام بالعينات ضابطة زي ما كانوا سابقاً في وزارة الصحة لما كنا شغالين بالوزارة كانوا بيأخذوا عينات لحالات السل الرئوي بتنعمل بالمقتبر المركزي وكان فيه عندنا اللي هو فروع في المحافظات الخمس في قطاع غزة فكانوا بيعمل الفحصات اللي بتنعمل أحياناً مثلاً بالشمال بروح بيعملوها تاني لنفس العينة للتأكد من مدى جودة الفحص والفاحص أيضاً بتنعمل بالرماء زي كنترول سامبل أو عينات ضابطة كمان نفس الشياء كانت بتتاخذ من الوكالة بتنعمل في مستشفيات معتمدة من منظمة الصحة العالمية هاي تعتبر من وسائل اللي هي القياس كل ما زادت نوعية البرامج صار فيه عندي احتياج أكتر لأنه يكون فيه عندي وسائل متعددة تقنية وفنية وإحصائية لتحليل البيانات وحسب نوع طبعاً الفحص أو القياس اللي احنا بنقوم فيه دونبيديان أحد رواد الجودة قام بتقييم وتقويم مستويات الرعاية الصحية وقال أي مؤسسة صحية بتدخل بثلاث معايير من أجل تحديد مدى جودة العمل ابتبحها فقال أول معيار اللي هو معيار الهيكل التنظيمي وإحنا متعودين عليه إن احنا نقول عنه الانبوت ها نسمى اللي هي الهيكل التنظيمي تمام؟ احنا بنقول عنه الانبوت أو المدخلات كنا بناخده بالمساقات السابقة ومعيار التاني قال معيار العمليات الداخلية اللي هي متعلقة بالبروسسينج أو البروسس اللي هي الأنشطة اللي بنقول عنها المعالجة والمعيار التالت قال هو الاوتكم اللي هي المحصلة النهائية اللي هي بتيجي ما بعد الاوت بوت نشوف كيف هو يشتغل قال إنه من أجل قياس أدوات الجودة قال إحنا بدنا ندخل في كل مرحلة من المراحل بنقول في الانبوت أو الستركتشر بدنا نقارن اللي هي من خلال طبعا نشوف الموارد البشرية ونقيمها آليات العمل ابتبعتنا الوضع المالي اللي موجود تمام؟ ثقافة المؤسسة اللي موجود قال هاي كلهيتها المفروض إنه يكون فيه عندي أدوات قياس بدءا ببدء حتى أنا أقدر أحدد إذا كان فيه عندي خلال بالأوتكم أو النتيجة أو المحصل النهائي اللي بنصل إلها فقال إحنا بنبدأ بقياس والتعرف على المدخلات اللي أنا ابتبعت قد تكون الخلال عندي في الطاقم الفني أو الطبي اللي هو موجود أو ربما تكون بسياسات وأديات العمل اللي إحنا أوجدناها حتى يسيروا عليها العاملين قال أيضا من اللي هي أدوات معايير الجودة أو معايير القياس إنه أنا أجيس أنشطة وإجراءات العمل اللي هي من خلال معيار البروسسنج قال من خلال والله كيف نظام التعامل مع البيانات ومعالجتها كيف الإجراءات اللي أنتو بتقوموا فيها آليات تحليت بتقييم حالة المريض واستخدام الإجراءات والفحوصات تمام وأدلة اللي هو الأدلة الإرشادية في تطبيقها أو أدلة العمل في تطبيقها نحو تقديم الخدمة لهذا المريض ربما يكون هناك خلل وربما يكون هناك الإيجابية في آليات العمل قال أيضا في عندي أنا المخرجات إنه أنا بالنهاية بدي يكون في عندي معايير للأداء اللي موجود حشان أنقيس الأداء اللي موجود يكون في عندي أنا أوتبوت أو مخرجات قبل ما نصل إلى الأوتكم أو المحصر النهائي قال يعني أن المرضى اللي دخلوا عندي هل تحسنوا؟ هل المرضى ازدادوا سوء؟ هل طلع من المستشفى دخل المستشفى بحمى شوكية وطلع في عنده كمان عدوى تانية دخل نزل معوية؟ فإيش أندي أنا هاي المخرجات اللي صارت؟ تمام؟ والله رضى المريض عن الخدمة هل هو راضي عن الخدمة؟ أو غير راضي عن الخدمة؟ هاي تعتبر كلهيتها من المخرجات بده يعني السعي نحو التعرف عن هاي المخرجات لأجل مقارنة المدخلات ومقارنة أنشطة وإجراءات العمل قال بشكل عام طبعا يجب أن تكون حاضرة إذا ذكرين لما أخذتوا بأكتر من مساق اللي هي التغذية الراجعة أو الفيد باك حشان تعطيني شغلتين الشغلة الرئيسية أنه والله تقييم تقييم على هاي النتائج هاي التقييم أنه بحاجة إلى ريسايكلينج إعادة الدورة من جديد عشان أنا أقول والله بدي أرجع أشتغل من تاني مسعمين المثال مريض درجة حرارة واربعين دخل عنا المستشفى قمنا بالإجراءات اللازمة نعمل له نعطى علاج حسب موصف الطبيب وكمدات وإجراءات رحنا الأوتبوت بتبعتنا قسنا درجة الحرارة لقينا الحرارة ما زالت زي ما هي لم تنخفض شيء بعد نص ساعة من التدخل اللي إحنا قمنا فيه تمام؟ إحنا نعمل ريسايكلينج إنه فيه عندي أنا إيش ما زلت لم أحقق الهدف بتبعي بدي أعيد الدورة من تاني ربما يكون الخلل في العلاج نفسه تمام؟ ولم يستجيب إليه ربما تكون إنه ست هاي اللي عمنا تكمدات عسبي المثال اللي إبني بتبحها كانت تكمدات إيش إجراءات خاطئة فعندي خلل صار فيه الأنشطة أو ما يسمى بالبروسيسنج أو الإجراءات أو ممكن تكون عندي النتيجة إيش يعني حققنا الهدف فإحنا بحاجة إنه إحنا نبني على هاي النتيجة اللي طلعت ونستمر بالإنجاز الصحيح من أجل شغلتين إما تصحيحي اللي قلنا عنها ريسايكلينج إعادة الدور تصحيحي إنه لم نحقق الهدف أو تطويري إنه إحنا حققنا الهدف ونجحة الإجراء بتبعنا فإحنا نبني إيجابيا على هذا الإجراء في عنا أو ما يسمى بالحصيلة النهائية الحصيلة النهائية بتعطيني شغلتين حاجة اسمها الإمباكت تأثير أو حاجة اسمها الأثر الإفكت الإمباكت هي بشكل عام شو النتائج والمحصلات اللي حققناها أو ما حققناها يعني عسبيني المثال في عندي مثال موجود ومثال كتير كويس بيقول إنه في عندي أنت مسؤول عن قرية معينة قرية هاي ريفية الناس بتشرب من المياه اللي في المستنقعات يعني مياه غير صالحة على استعمال الآدمي قمنا بتوعية الناس تمام؟ طبعا هاي النتيجة للشرب إنه في عندي نزلات معاوية وفي عندي حالات إسهال بتتسجل بشكل كبير جدا تمام؟ وربما تخدني بكرة إنه يكون في عندي كوليرا وأمراض أخرى تمام؟ إلا علاقة بالجهاز الهضمي منقول الأثر بقول عفوا التأثير إنه من خلال إحنا هالإجراءات اللي إحنا قمنا فيها عملنا توعية للمجتمع إنه هذا يعتبر مصدر من مصادر انتقال العدوى وحيزيد من لهو من الحالات المرضية الأمراض الفيروسية والطفيلية وما إلى ذلك وحيزيد من حالات الإسهالات وهاي ممكن تعمل جفاف والجفاف يؤدي إلى الوفاء غير إنه هذا بيأثر على النظام الصحي وبيبأثر على المستهلكات وحيزيد من جيب تجيب علاجاتهم إلى ذلك فصار فيه نوع من التوعية والله كلورنا لهم المية على سبيل المثال اللي هم عملنا معالجة للمية وكلورة للمية اللي تستعمل لمياه الشرب والاستعمال الأهدمي بقول التأثير أو ما يسمى بالإمبك إنه الوضع العام للمصحي للمجتمع يتحسن بمعنى بطلنا نسجل حالات إسهالات صدنا نسجل حالات إيش؟ أقل لكن النتيجة أو التأثير بتبح هاي الإجراء إنه والله الوضع العام للمجتمع صار منتج بطل كل يوم رايحين جايين على المستشفيات الوضع العام يتحسن بينما الأثر بشكل مباشر إنه من خلال هالإجراءات اللي أنا قمت فيها توعية والتدخل علاجي أدى إلى تقليل عدد الإسهالات فالإمباكت الإمباكت اللي هو التأثير الوضع العام للمجتمع صار مجتمع إيش ماله صحي وسليم بتسجلش في عندي حالات ما بيروح على المستشفيات صار مجتمع منتج بدلا ما هو مجتمع مريض إنما الأثر بشكل مباشر هي إلها تأثير على سلوكيات الناس بطلت الناس تشرب من المياه اللي هي الملوثة وصارت تغسر إيديها صح وصارت تعتمد على اللي هو الإجراءات اللي إحنا قمنا فيها إلهم وقدمناها إلهم من توعية وإرشاد فأدى إلى تقليل عدد حالات الإسهالات وهذا الفرق ما بين الأثر والتأثير لو رحنا صفحة 52 بنلاقي جوران أحد رواد الجودة اللي تحدثنا عنه في المحاضرة الثانية وضع آلية قال دور تحسين الأداء في تحسين الجودة يعني اليوم أنا بقوم بإجراءات صحيحة قديش هذا الإجراء الصحيح قديش ممكن يكون بحسن اللي هو الخدمة نفسها بصل إلى درجة عالية من تطبيق معايير الجودة فهذا بيقول إنه لو طلعنا إحنا على صفحة 52 في المخطط اللي هو راسمه عامل معيارين معيار الزمن مقارنة باللي هو الأداء فواضح إنه واضح بالجزء الأول من المنحنى إنه انخفاض في الأداء الموظفين ابتبعين ما بيأدوا المطلوب بالشكل السليم كما هو مطلوب منهم وفق المعايير والدلاء الإرشادية وأدلة العمل المطلوبة تمام فهذا أدى إلى مستوى متدحرج من اللي هو الأداء لحد ديت من حضرت انحدار كبير وإحنا هنا واضح إنه ما فيش عنا دور إداري وإشرافي لمتابعة الخلل اللي موجود فأدى إلى تراجع كبير في اللي هو جودة وكفاءة الأداء وهذا طبعا ينعكس على كافة الخدمات واللي ممكن تكون بعد هذا الانحدار لكن بعد ما صار فيه عندي تدخل من المشرفين والمسؤولين أن هناك خلل في موضوع اللي هو الأداء فبدأوا بإجراءات تخطيط وضعوا خطة معينة من أجل تحسين الأداء فصار واضح أنه بعد التدخل في تحسين الأداء بدأت تستعيد المؤسسة عفيتها وبدأ المنحنى يصعد في جودة الأداء وتحسن لكن حتى يحافظ على التحسن الأكثر وضع نقطة اسمها منطقة مراقبة الجودة أنه أنا حصلت بالفيدباك بالتغذية العكسية واضح أنه أنا تحسنت لكن حتى أحافظ بدأ أعمل إجراءات تطويرية وهذا المقصود فيها أنه منطقة مراقبة الأداء أنه بدأ أراقب أنه بتضلينا على المستوى الحسن والتحسين المستمر فهي مقارنة بالزمن مقارنة الزمن بالانحضار أو طبيعة الأداء فكان فيها الوضع جيد بعدين صار فيه نوع من التراخي التراخي أخذ فترة من الزمن أدى إلى سوء الأداء ما تدخلناش لفترة معينة هاي الفترة اللي احنا ما فيش فيها تدخل قد تودي بحياة المؤسسة بشكل عنه نحن بنحكي على مؤسسات منافسة بنحكي على تهديدات خارجية ربما تكون وقتيش أنت بيكون في عندك إخفاق وقتيش بيكون تحسن للآخرين بصير في عندي أنا على سبيل المثال رواج للسلعة على سبيل المثال للمؤسسة المنافسة على حساب الخدمة أو السلعة ابتبعتك وهذا حيؤدي إلى فشلك في السوق تمام ويؤثر على السمعة وعلى وجود وكيان هاي المؤسسة فبعد ما صار فيه تدخل سريع بدت تستعيد المؤسسة عفيتها وبدوا يطبقوا بتحسين الأداء قد وصل إلى تحسين اللي هو الجودة حافظ عليه من خلال وضع إجراءات الرقابة اللي قلنا كانت مفقودة في بداية الأمر من خلال المشرفين توجد عدة مقيس مهمة جدا هاي المقيس تعكس مدى تحقيق الجودة فمن ضمنها والله احنا بنحط مثلا صندوق شكاوة موجود في كل المؤسسات هذو ضمن إجراءات اللي هي مراقبة الجودة من المقيس مقيس عدد الشكاوة كل مكان فيه عندي شكاوة أكتر كلما دلل على أن هناك خلل موجود فيه عدم تحقيق الجودة اللي احنا مطلوبة مقياس التكلفة ومقياس القيمة كل مكان فيه عندي تكلفة كثير جدا على حساب أنه ممكن يؤدى العمل بتكلفة أقل يعني فيه عندي نتذكر الكفاءة والفاعلية تمام؟ كل مكان فيه عندي تكلفة أكتر والعائد أقل هنا يدلل على أنه فيه عندي إهدار للموارد وما فيش عندي تحقيق لتطبيق معايير الجودة من المقيس أيضا اسلوب الأداء الفعلي وهذا المقصود فيه من خلال مراجعة رضا الزبون عن الخدمة هل هو راضي عن الخدمة بتبعتي وهذا ممكن أقيسها من خلال اللي هو عدد الشكاوي أو من خلال اتصال بالحالات زي ما بتقول مثلا شركة جوال بعد ما بتأدي خدمة معينة من خلال أي مركز من الراكز بيتصلوا فيك هايش مدار رضاق عن الخدمة أيضا من المقيس اسلوب تحليل الفجوات وهذا المقصود فيه قياس توقعات الزبون مقارنة بالأداء الفعلي يعني أنا رايح على شركة الشركة هاي لها سمعة كبيرة جدا تمام؟ وإلها رواج للخدمة بتبعتها رحت أنا على الشركة لقيت حالي بأنتظر بدل ما أنتظر عشر دقائق ربع ساعة ما أنتظر ساعتين وثلاثة تمام؟ هذا أنا كنت بتوقع أنه أخذ خدمتي بفترة ما تضيع يومي إبلا لاش وأنا بأنتظر في أني أحصل الخدمة هذا بحد ذاته تعتبر فجوة ما بين اللي أنا سمعته وشفته تمام؟ وما بين أنا الحالة الفعلية فهنا بسموه تسلوب تحليل الفجوات قياس توقعات الزبون مقارنة بالأداء الفعل أنه حصل الخدمة ابتبعته أو لا كمان من المقيس مقياس رضاء الزباين وغالبا وكثيرا يعني كثير بتجنبه المؤسسات من قياس رضاء الزبون بقول لأنه خصوصا في القطاع الصحي لأنه ممكن المرضى مثلا يخافوا يحكوا حقيقة الرأي ابتبحهم يخاف تتأثر مثلا أنه بعد هيك لسه حرجع وحاخد الخدمة من تاني فبخاف أنه إيش يأثروا علي فبضطر أنه إيش ما يحكيش بمصداقية كل المطلوب ممكن تكون والله عدم المعرفة الطبية حتى يقدر يفتي فيها تمام؟ أو يفتي فيه سؤال معين فحيانا بتجنبه المسؤولين عدم المقدر على قياس عناصر الجودة أنه هذا الشخصية تختلف أو هذا الشخص اللي إحنا بناخد منه الفيت باك أو التغذية الراجعة يختلف من شخص إلى من واحد إلى من زبون إلى زبون أو من مريض إلى مريض معرفته وإمكانياته تمام؟ وتطلعاته إلى الجودة ناس مثلا خالطت أو أخذت خدمات في مؤسسات كبيرة أو مؤسسات دولية وبتلاقي مقارنة بمؤسسات محلية ربما تختلف من شخص إلى شخص ثاني وأيضا من ضمن الأشياء اللي بتخليهم يتجنبوا بالقياس رضا زبون مؤثرات غير صحية زي مثلا مؤثر المالي على سبيل المثال أنه نحن متعودين وكثير من الناس بدها تأخذ الخدمة مجانية ممكن تكون الخدمة كثير رائعة وكثير متقدمة بالنسبة إله ولغيره كمان إلا أنه حكم عليها بمنظور غير دقيق وغير صحيح بسبب أنه دفع تكلفة هاي الخدمة تمام؟ وسائل القياس المستخدمة في الجودة علماء الجودة وروادها بقول أنه ما فيش مقياس محدد ولما هم بدأوا يطبقوا في علوم الرياضيات والإحصاء واستخدام البرامج التطبيقية الإحصائية هي يعني برامج وعلوم ومعارف تستخدم في أكثر من مجال ومتخصصة في مجالاتها في الرياضيات والإحصاء وما إلى ذلك ولكن يمكن أن يستفاد منها وتطبيقها في تطبيق مجالات للتعرف على معايير الأداء وتحسن الأداء وتراجع أو ما إلى ذلك كذلك استخدام مقيس الحرارة مقيس الضغط والأطوال والأوزان وكذلك استمارات جمع البيانات والتشيكليست واستبيان الرضا عن الخدمة وعدمها هاي كلها هيتها برضو من الأدوات التي تستخدم في الجودة ولكنها ليست محددة للجودة كلها إلى استخدامات عامة حسب المجال ابتبح مثلا مقياس الحرارة هو عشان يحدد درجة حرارة المريض لكن ممكن يستخدم كمقياس من مقيس الجودة أنه هالإجراء اللي أنا قمت فيه لتخفيض درجة حرارة المريض هل نجحت ولا لا كيف أريد أن أعرف أنه الإجراء اللي أنا قمت فيه حققنا الهدف ولا لا من خلال إعادة قياس درجة الحرارة للمريض بنفس هذا المقياس للجودة فقط إنما ممكن يستخدم فيه أكثر من مجال وكذلك ممكن تطبيقه فيه نواتج القياس في عندنا الدياتا اللي هي البيانات في عندنا الانفورميشن أو المعلومات وأخذنا الفرق ما بين الدياتا والانفورميشن بيانات والمعلومات فيه أكثر من مساق ومن باب التذكير الدياتا هي عبارة عن حقائق لا تعطي مدلول معين بمفردها يعني الراقب 15 إيش بيعني على سبيل المثال تمام أو الوزن 35 كيلو جرام أو ضغط الدم مثلا لأخذنا ضغط الدم لعدد طلاب أو الطالبات الـ 15 طالبة لموجودات في شعبة كذا وكانت ضغط الدم 150 على 90 هذا الضغط لا يعبر عن مجموع عن مجموع اللي أخذنا لطالبة لا يعبر عن مجموع الطالبات اللي موجودات فهي عبارة عن حقائق هي واقعية ودقيقة لكنها عامة وشاملة ولا يستنبط من خلالها أو لا يأخذ منها مدلول معين إلا إذا تم معالجتها وأصدرت إلنا معلومة ذات مدلول بناء عليها جبن القرار وهنا تسمى information أو المعلومة فهي عبارة عن حقائق قد تكون أرقام قد تكون صور أو رموز تمام وهي لا تعطي مدلول معين يبنى عليه قرار بمفردها بينما المعلومات هي عبارة عن تلك البيانات أو الحقائق التي تم معالجتها وتعطينا مدلول معين وتعطينا رؤية بناء عليها ممكن يبنى أو يتخذ قرار معين وهي تكون أدق أدق من المعلومة من البيانات المعلومات هي أعم وأشمل بينما المعلومات هي أدق وأوضح عشان هي قلنا بناء عليها ممكن يتم إخذ القرار في عندنا من البيانات في عندنا نوعين في بيانات continuous بسموها متصلة أو discrete منفصلة البيانات المنفصلة هي عبارة عن قيم يمكن عددها وتدل على صفة ما ولا تأخذ إلا قيمة صحيحة يعني النوع أو الجنس ذكر أو أنثى تمام بالترميز بتأخذ واحد اثنين أو سفر واحد ففيش مجال أن يكون فيها أعداد عشرية أو ناجح أو فاشل أو نعم أو لا على سبيل المثال فهي بيانات مفيش فيها نوع من الأرقام العشرية اللي ممكن تكون أو الكسور العشرية اللي ممكن تكون موجودة زي على سبيل المثال نيجي ناخد الساعة 12 بالليل إحصائية المرضى المنومين بالمستشفى تمام البيد البيد اكيوبان سريك معدل إشغال السريع عشان نعمل البيد اكيوبان سريع أو معدل إشغال السريع قديش فيه أنه في قسم الباطنة 15 مريض قديش في باطنة حريم 21 مريضة تمام هو رقم ما نسموه إيش مجرد منفصل ديسكريت بينما الكنتونيوز داتا أو البيانات المتصلة يعبر عن بيانات تدل على صفة ما يمكن قياسها وهي تأخذ كل القيام سواء كانت صحيحة أو عشرية على سبيل المثال بدك تيجي تقول متوسط مدة الإقامة بالمستشفيات مثلا 5.3 يعني 5.3 أو يومين هي أخذت رقم صحيح ورقم عشرية لكن هاي العملية ما إجت أو هذا الرقم ما إجاب إذا بناء على معالجة لعدد أيام الدخول تمام وقياس مقارنتها بعدد الأسرة العافوان عدد المرضى الموجودين بالمستشفى المنومين مقارنة بعدد الأسرة الموجودين والله قلنا اللي هو أعطتنا نسبة إشغال السرير إحنا المثال اللي بنحكي فيه متوسط مدة الإقامة في عندي على سبيل المثال عشر مرضى يوم دخلوا المستشفى خلال شهر أكتوبة ألف مريض دخلوا في شهر أكتوبر الألف مريض اللي دخلوا عشان أقول عدد أو أحسب معدل متوسط مدة إقضامة بالمستشفيات أنه في مريض قعد يوم في مريض قعد عشرة أيام في قعد 30 يوم في قعد أسبوع في قعد خمسة أيام فبنقول بنعمل على أن عدد الأيام بنجمحهم مع بعض على عدد أيام الدخول اللي هو كل مريض دخل هذا ثلاث أيام هذا خمسة هذا عشر هذا عشرين تمام وبنجمحهم كلهم مع بعض وبنقسمهم على عدد المرضى اللي دخل والله طلقت عندي مثلا ثلاث أيام 3.2 أعطتني رقم عشري أو ممكن تكون ثلاث أيام على رقم صحيح فهي أجت هاي المعلومات المتصلة بناء على اتصالها بمجموع مجموع قيم مختلفة ونعملها تحليل وصلنا إلى هاي الأرقام فهي تعتبر من نواتج القياس قلنا الداة البيانات وكذلك المعلومات اللي ممكن تستخدم الطريقة المنهجية للقياس بول الطريقة المنهجية للقياس وحتى يتم تحديدها تم وضع مجموعة من الأسئلة تحدد ما هي الطريقة المناسبة للقياس فمنها على أي جزئية من مكونات نظام العمل سيتم القياس بمعنى هل هي على المدخلات هل هي على الأنشطة بين قسين المعالجة أو على المخرجات أو على بشكل عام على المحصلة النهائية طيب السؤال التاني ما هو السبب في اختيار ذلك الجزء ليش احنا ركزنا على المدخلات أو ليش احنا بننقيس المخرجات ليش بننقيس الأنشطة على أي جزئية ممكن يعني احنا نرتكز في قياسنا ما هي المعلومات المطلوبة وكيف ستجمع البيانات عشان هيك كثير كويس الاستعانة بالأخصائيين اللي لهم علاقة بالتعامل مع داتا منجمة معالجة المعلومات البيانات من الأسئلة أيضا من سيكون المسؤول عن جمع البيانات وعن تحليلها هذا من خلال الفريق اللي هو المتنوع اللي بدي يكون ضمن فريق إعداد هاي اللي هي الطرق المناسبة للقياس وإشراك الناس اللي حتقوم بمعالجة هاي البيانات من أجل أنه ما نصل أنه ع سبيل المثال بنجمع داتا قاعدين لكن وصلنا إلى طريق مزدود في عملية تحليل لهاي الداتا عشان هيك يجب أن يشركوا من البداية في وضع اللي هي وتحديد أليات القياس على من ستعرض نتائج القياس بالعادي طبعا منهم الأشخاص الناس المشباشرين لهذا العمل بشكل مباشر المسؤولين في الإدارة الوسطى وكذلك المسؤولين في الإدارة العليا الناس اللي لها علاقة كخبراء واستشاريين اللي ممكن يكونوا يعني لهم أدوار مؤثرة كيف ستعرض البيانات على الناس اللي أنت بتحكي يعني هل ستعرضها بتقارير مصورة هل ستعرضها من خلال رسومات بيانية بأرقام بين الإحصائيات تمام والسؤال الأخير من سيكون المسؤول عن اتخاذ الإجراءات بناء على المعلومات وبالعادي طبعا اللي هم التوب مناجيريا الليفل أو المستوى الإداري ويعتمد على طبيعة الموقف وطبيعة المشكلة اللي هي بناء على القياس تولدت يعني ينبثق عنها وجوب وجود قرار وما يكون التوب مناجيريا أو المستوى الإداري الأعلى بالمؤسس ربما يكون في الإدارة الدنيا على سبيل المثال مريض بالمستشفى ضغط الدم عنده مرتفع هذا يحتاج إلى اتخاذ اللي هو قرار نحو إعطاؤه علاجات تخفض الضغط وإرشادات معينة هاي ما تحتاج مستوى إداري عالي من أجل اتخاذ القرار فيتعتمد هاي على نوعية القرار أو نوعية المشكلة اللي موجودة بناء على نتائج القياس حتى يؤخذ فيها القرار ستاندردز أو المعايير وفي عندنا ثلاث مصطلحات مرتبطات ببعض المعايير والمؤشرات والعتبات اللي راح نحكي عنهم لاحقا مثال بيربط هاي الثلاث مصطلحات ببعضهن على سبيل المثال كما هو واضح بمقرر اللي معنا أن رجل أن جاء لاستشارة طبيب على الوزن المثالي ابتبع وفقال له الطبيب أن وزنك المثالي الأصل أنه يكون ما بين 65 إلى 70 كيلو جرام فالمعيار بقوله أنه هناك برنامج صحي يجب أن يتبع للحفاظ على الصحة من خلال المحافظة على وزن معين اللي هو ما بين 65 إلى 70 فالمعيار ابتبعك أنه يكون من خلال اتباعك إلى مجموعة من النصائح اللي احنا بنحكي فيها فيما يتعلق ببرنامج غذائي سليم ورياضي يحافظ على اللي هو الوزن المثالي ابتبعك المؤشر بيقول أنه احنا عمال بنجيس ونتائج القياس أعطتني من خلال اللي هو البرنامج الغذائي و النشاط البدني اللي احنا مثلا متبعينه مع هذا الشخص بقوله نتائج القياس بشكل يومي مثلا 66 66.5 64.5 67 فهذا مؤشر وعبارة عن نتائج للقياس على ميزان الوزن بشكل مستمر أما العتبة فهي بنقوله أنه قديش أنت الطبيعي عندك 65 ل70 العتبة أنه أنت ما تتجاوز هال70 تمام أنه عندك قيمة يجب عليك ألا تتجاوز قيمة 70 كيلو جرام وهاي بسموها لثري شول أو بسمى بالعتبة تعريف المعيار هو عبارة عن دليل أو مقياس يقدر أو يقيس أو يقاس به الشيء أو يستخدم كأساس لصنع القرار فالمعيار هو عبارة عن مقياس أو دليل يقدر أو يقاس به الشيء وهو يتم استخدامه كأساس لصنع القرار بقول أنه تعريف تاني هي اللغة التي نعبر بها عن الجودة تعريف تالت بيانات صادرة عن جهة معترف بها تحدد طبعا مقياس معين أو مستوى معين بناء عليه يأخذ قرار بينما بالمجال الصحي بقوله هو عبارة عن صيغة للمتوقع من النظام الصحي لتقديم رعاية صحية ذات جودة عالية إذن هو عبارة عن دليل أو مقياس يقدر أو يقاس به الشيء حتى يستخدم كأساس من أجل صنع القرار تعريف تاني هو بيان للجودة المرجوع هو اللغة التي نعبر بها عن الجودة بالقطاع الصحي منقول عنه صيغة للمتوقع إيش أنا كمواطن بأتوقع من النظام الصحي من خدمات صحية يقدمها إلي وصولا إلى أعلى مستوى إيجابي من الصحة للإنسان تقسم كما قسمها دونبيديا إذا ذكرين في بداية المحاضرة وحكينا عن ثلاث أنواع معايير خاصة بالبنية والموارد وسميناها ومعايير خاصة بالإجراءات أو بين قسين قلنا الأنشطة ومعايير خاصة بالمردود أو قلنا عنها المخرجات اللي هي عندنا أربع أنواع من المعايير كتير كويس إن نعرفها لأنه بتفيدنا في حياتنا العملية وبتساعدنا في وضع الخطط والرؤى ونفهم إيش اللي بينكتب وإيش اللي ممكن تسير على الأنظمة الصحية فعندنا معايير الأداء بسموها البرفورمانس ستاندرد وفيه البركتس قايدلاينز أو أدلة العمل الإرشادية وفيه عنا البروتوكولز أو ما يسمى بإجراءات العمل الفنية اللي هي قواعد بين قسين نقول عنها بروتوكولات وفيه السبيسيفيكيشنز أو ما يسمى بالمواصفات أنواع المعايير أول معايير معايير الأداء برفورمانس ستاندرد بقولها هي عبارة عن عبارات تعبر عن توقعات الإدارة العليا تمام بخصوص درجة معينة من الأداء عبارة عن توقعات الإدارة العليا من المرؤوسين أو الموظفين بتبعينها أنهم يصلوا إلى درجة معينة من اللي هو الأداء اللي مطلوب منهم بقولوا هي عبارة عن تعليمات محددة ودقيقة للأداء المتوقع من العاملين بتقيس نتيجة الخدمة والأنشطة اللي قاموا هم فيها هاي تستخدم لقياس مدى التزام الموظف بالإرشادات بما هو مطلوب منه وهي مصممة لقياس لتقييم ممارسة الموظف وأداء الموظف وليست مستخدمة لمساعدة الموظف في كيفية الأداء يعني هي مصممة من أجل التعرف على كيف أنت أنجزت هل أنت أديت اللي عليك كما هو مطلوب ولا لا وفق اللي هو المطلوب والمحدد منك مش وسيلة من وسائل مساعدة المريض عفوا المقدم الخدمة في كيفية أداء الخدمة لا هي أسلوب عبارة عن أسلوب تقييمي تمام لتأكد من مدى أداء الأشياء بالشكل الصحيح أدلة العمل أو ما يسمى البرائكتس غايد لينز أو الارشادات الممارسة هاي بضعها اللي هم المسؤولين في أنظمة معينة أو في إدارات معينة بالاستعانة بخبراء واستشاريين وهاي بتعطيني مجموعة من الإجراءات الإجراءات هي عبارة عن سلسلة من الخطوات تعريف الإجراء وسلسلة من الخطوات بمعنى أنه ما بتم رقم اثنين إلا بإثنان رقم واحد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة في عبارة عن مجموعة خطوات الخطوة الأولى عند إنجازها بنروع على الخطوة الثانية بنسلم على الثالثة في عبارة عن أدلة لإجراءات العمل بتبين الترتيب عشان يمكن منقول واحد اثنين ثلاثة تمام تبين الترتيب ما يجب عمله أو ما يجب تفاديه بقولوا عنها حدود الممارسة يعني إيش المسموح إليك ضمن هالإطار اللي تشتغلوا أو بقولوا عنها الأساليب السريرية في المستشفيات كguيدلايز تمام بالقطاع الصحي إليها تعريف خاص مجموعة من خطوات منهجية مصممة مسبقا من جهات أكاديمية لمساعدة الكادر الطبي على اتخاذ القرارات وهاي مصممة لمساعدة الكادر قلنا البرفورمانس قايدلاينز أو معايير الأداء هي مصممة لإيش لتقييم ممارسة مقدمين الخدمات ليست لمساعدتهم ولكن أدلة العمل هي عبارة عن سلسلة من الخطوات اللي أنت بدك تمشي فيها عدوها مجموعة من الخبراء والاستشاريين تمام حتى تساعد وهنا الهدف يبتباح لمساعدة مقدمي الخدمات الصحية نحو اتخاذ القرار الملائم والمناسب حسب حاجة المرير الثالث إجراءات العمل الفنية والإدارية أو administrative procedures هي عبارة عن خطط مفصلة بيقولوا عنها بروتوكولات ومجموعة من تحدد مجموعة من الإجراءات يعني تحدد العمليات الروتينية غير العلاجية يعني زي بروتوكولات اللي بيوضعوها المؤسسات الصحية الكبرى زي منظمة الصحة العالمية أو اللي بروتوكول العلاج على سبيل المثال لحالات اللي هم السل الرئوي زي البروتوكول التشخيصي لحالات الكورونا وما إلى ذلك نمام الرابع المواصفات أو ما يسمى بالspecifications عبارة عن وصف مفصل لخصائص وقياسات منتج أو خدمة معينة زي مثلا والله المواصفات بتلاقي موجود على علبة الكولة مثلا بكتوب بين قسين هيك أو في مربع وفق المواصفات أو القياسات اللي هي الفلسطينية يعني إيش بدهم حسب المواصفات اللي وضعتها أو وضعتها وزارة الاقتصاد الفلسطينية أو وضعتها وزارة الصحة الفلسطينية عبارة عن وصف مفصل لخصائص وقياسات منتج أو خدمة معينة في المجال الصحي بتشير إلى صفات الناتج الصحي أو الأشياء المادية زي الأدوية زي المعدات اللي إلها علاقة بتقديم الخدمات الصحية لماذا نضع معايير الأداء أو المعايير بشكل عام أولا لتحديد الجودة وتعريفها وكذلك تساعد في التعرف على آليات تنفيذ الأنشطة والإجراءات حتى وصول أو حتى الوصول إلى النتائج المرجوة والمرغوب في الوصول إليها أيضا لمساعدة المؤسسة على قياس وتقويم الجودة عشان نشوف الله إحنا يعني نطبق الجودة بكلها تمام فنحتاج إلى مجموعة من المعايير حتى نقيس بناء على هاي المعايير توجد مجموعة من المقاييس تحدد بالفعل إنه نطبقين معايير الجودة ولا لا وإجراءات التحسين والتحسين المستمر فيما يتعلق بالخدمة أو المنتج أو السلعة بتبعتنا كذلك تستخدم لتقليل الاختلاف في الأداء والتشجيع الاستمرارية والتجانس وكذلك تستخدم كوسيلة لوضع أسس للتقييم أي كان نوع التقييم فيما يتعلق بخدمة أو فيما يتعلق بسلعة معينة خصائص المعيار الجيد أن يكون valid يعني ذو مصداقية validity أو ما يسمى بالمصداقية أي أنه يستطيع أن يقيس ما يجب أن يقاس وهنا مقصود فيه أن هناك علاقة ما بين المعيار اللي إحنا وضعناه وما بين النتيجة المنتظرة يعني قلنا المعيار قبل شوية في المثال أنه أنت وزنك الطبيعي من 65 إلى 70 كيلو المفروض أنه هالمعيار بتبعك اللي وضعت له مجموعة من الإجراءات اللي أنا بدي أقوم فيها أن يحقق وصولي إلى الوزن المثالي اللي أنت بتحكي فيه الموثوقية أو reliability أنه يمكن الاعتماد على النتيجة بمعنى أنه لو أنا هالجهاز اللي أنا استخدمت استخدمته من أجل قياز شيء معين تمام مثلا مقياس الضغط أو الحرارة أو الطول أو الوزن أنه هذا فيه تكرار فيه تكرار هال الفحوصات يعطيني نفس النتيجة تمام ريال أبو بنسمي رياليستيك أو الواقعية يمكن تطبيقها في ظل الموارد المتاحة يعني ما أحكيش على شغلات يعني ممكن تكون في أوروبا شغلات موجودة إلا أنه في واقعنا الفلسطيني مش متوفرة فبدي أحكي على شغلة إيش رياليستيك واقعية ممكن أني أقوم بتطبيقها في ظل الإمكانيات اللي بين إيدي أو ما يسمى بالإكلاريتي اللي هي الوضوح أن تصاغ المعايير بعبارات واضحة غير قابلة للتأويل يعني لو قرأتها أنا وقرأها واحد من خنيونس واحد من إسرائيل واحد من أوروبا واحد من مصر تفهم على نحو واحد مش كل واحد ممكن يقوم بتأويلها بأسلوب مختلف كارنت اللي هي إيش حديث أو مسموها العصرية أنها تواكب التطور الموجود أبليكابول أو ما يسمى بقابليتها للتطبيق قابل للتطبيق في ظل ما هو متوفر لدينا وميجربل أو ما يسمى بإمكانية القياس قابل القياس سواء بالقياس الفن الكمي اللي هو الكونتاتي الكم النوعي أو ما يسمى بيه الكونتاتي تمام مصادر المعلومات المعايير بشكل عام ممكن تكون من خلال المؤسسة نفسها بتقوم بتطويرها من خلال اللي هو مجموعة الخبرات المتراكمة عند الأشخاص الموجودين عندها باستشارة خبراء وأكاديميين واستشاريين أو ممكن تكون معدة من خلال مؤسسات عالمية زي منظمة الصحة العالمية ويتم تطبيقها في المؤسسات على اختلاف أنواع هاي المعايير باختلاف طبيعة الخدمة في المؤسسة نفسها الاندكيتورز أو ما يسمى بالمؤشرات ارتفاع درجة الحرارة عند الطفل هو دليل للأم أنه هناك مشكلة عند هذا الإبن المؤشر بقوله عبارة عن متغير لأنه عمالة يتغير باستمرار قابل للقياس ممكن أنا أجيسه تمام بمعيار بأي أداء من أدوات اللي هي القياس وهذه تحدد لي مدى التقيد بالمعايير القياسية أو مدى التقدم في تحقيق أهداف الجودة زي ما قلنا قبل شوية في مثال الوزن المثالي 65-70 وقال له التقيد بإجراءات معينة إلى علاقة بالمعيار التقيد بآليات معينة إلى علاقة بالمأكل والمشرب والعلاقة بالنشاط البدني وما إلى ذلك من نمط الحياة ستوصلك إلى معدل وزن 65-70 المقياس هو عبارة عن أداة نستخدمها بتكون متغيرة باستمرار بتحدد أنه أنا والله بالفعل وزن 60-65-70 75 وما إلى ذلك فهو عبارة عن متغير قابل للقياس يستخدم لتحديد مدى التقيد بالمعايير الموضوعة أو لا في وزارة في الصحة بقولوا عنه عبارة عن مقياس غير مباشر بدلل على مستوى أو مدى صحة أفراد المجتمع أو تراجع الوضع الصحي لأفراد المجتمع عسباً للمثال والله إحنا اليوم في عنا زيادة في حالات الكوفيد 19 كل يوم في عنا تضاعف أحياناً الحالات هذا إنما هو مؤشر متغير لأنه كل يوم في عنا نسبة مختلفة تدلل على أنه الناس تقيدت مما هو مطلوب منها نحو الالتزام بالإجراءات الوقائية وإجراءات السلامة والنظافة الشخصية تمام والالتزام بالبيوت وما إلى ذلك وعدم المخالطة المجتمعية أو لا فهذا الأمر يعتبر مؤشر والمؤشر هو عبارة عن أداة تشخيصية قليلة التكلفة هي تعطيني إشارات بتعلم المؤسسة بوجود مشكلة معينة دون أن تقدم أي اقتراح أو أي حلول إنما هي إيش؟ هي زين كشاف العمل بقول لي أنت وين؟ فيه هنا خلل بحاجة إلى إيش؟ التدخل لكن ما بتقدم أي إجراء من الإجراءات اللي ممكن تعالج هاي المشكلة الممكن تكون موجودة بقول كلما زادت حساسية المؤشرات يعني دقتها كلما أصبحت المؤسسة أكثر دقة في معالجة أكثر أكبر عدد من المشاكل لو كانت موجودة من المؤشرات والله عدد حالات الكوفيد بايتين المستجلة بشكل يومي هاي تعتبر مؤشر من المؤشرات نسبة التغطية تغطية التطعيمات هاي تعتبر مؤشر من المؤشرات نسبة أعداد الأطفال العفر الطلاب اللي عمالي بيلتزموا بمراجعة منصة الموديل عشان نحدد والله التعليم الإلكتروني وصلنا إلى الهدف اللي بدنا إياه ولا لا في نحو التزام أفراد المجتمع الفلسطيني في اللي هو الالتزام بمنصة التعليم الإلكتروني منصات التعليم الإلكتروني أو لا بالصحة معدل وفيات الأطفال الردة يعتبر مؤشر المريض روح من المستشفى اليوم ورجع لخلال 24 ولا 48 ساعة هيعتبر مؤشر إنه هناك في خلال مريض دخل عند المستشفى في حالة حمى شوكية وبدأت تظهر عليه أعراض نزلة معوية هذا مؤشر أن هناك عدوى من عدوى المستشفى وما إلى ذلك طبعا المؤشرات تنقسم زي المعايير إلى مؤشرات خاصة بالبنية والموارد ومؤشرات خاصة بالإجراءات وكذلك مؤشرات خاصة بالمردود أو ما يسمى المردود أو المخرجات آخر شغل خلال هذا اللقاء لثري شولدز أو ما تسمى بالعتبات العتبات تمام؟ هي عبارات تصف لنا المستوى الأدنى وكذلك المستوى الأعلى أو الأدنى والأعلى مع بعض لقبول أداء أو نتيجة معينة وهي تعبر في تجاوزها أو تدنيها هاي اللي هي اللي عتبات عن وجود خلل معين وتعتبر زي ما بقوله ألارم يعني بتعطيني جرس إنذار أنه بحاجة إلى التدخل بشكل سريع وذكرين بالمثال اللي حكيناه بالبداية على الوزن بتبع الرجل اللي طالب يكون طبيعي 65 إلى 70 حسب ما قاله وضع له برنامج وفق معيار معين وقال له في موضوع القياس اللي حكينا فيه وكانت العتبات أنه عندك 65 إلى 70 يعني لا تنزل على 65 إن تدخلت في يعني هناك جرس إنذار أن هناك خطر من تدني الوزن دون الطبيعي وفوق السبعين أن هناك خلل معين وهذا إنذار أن هناك تجاوز العتب المسموح فيها فوارد أن يكون هناك سمنة أو زيادة في الوزن هذا ما لدينا في اللقاء تحدثنا فيه على أدوات القياس ومثالين من رواد الجودة لذونابيديا ورجوران وتحدثنا على نواتج القياس من البيانات وتحدثنا بيانات منفصلة discrete أو continuous مستمرة وتحدثنا على الطرق المنهجية للخياس وقلنا هاي بتتحدد من خلال سبع أسئلة والإجابة عليها حتى تحدد طبيعة هاي اللي هي المقاييس وتحدثنا عن المعايير كمفهوم وأنواع وليش احنا بنستخدم هاي المعايير وإن خصائص جيدة للمعايير وكيفية التعرف أو من أين تحصل هاي أو نحصل على هاي المعايير من وين ممكن تكون موجودة وختمنا بالمؤشرات كمفهوم وأمثلة عليها والعتبات كانت آخر شيء في لقائنا هذا اليوم وفقكم الله وفقكم الله لكل خير والسلام عليكم ورحمة الله